مرحبا، أنا زينة حدثتكم في المرة السابقة عن زميلة جديدة التحقت بثانويتنا اسمها روح وكيف أن زميلة نبتسام صارت مثل قطة جرباء كما دعت على روح تماما في مساء ذلك اليوم استدعت المديرة الطالبة روح إلى مكتبها بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضدها لكمت طالبا من السنة الأولى وأسقطت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على وجهها وشتمت عاملة النظافة المسنة وتسببت في هلع كبير داخل مطعم الثانوية بإحضارك لقط أسود يتناول معك الغداء كل هذا ولم يمر على قدومك سوى ثلاثة أيام ورغم استدعائنا لولي أمرك إلا أنه لم يحضر ما تفسيرك لكل هذا بقيت روح صامتة فزاد غضب المديرة سأتحفظ على سلوكياتك السابقة وأمنحك فرصة أخيرة وأي تصرف سيء ستحالين على مجلس التأديب غادرت روح مكتب المديرة وسط تصفير الطالبات وفياحهن في الساحة وفجأة صرخت صرخة عظيمة أدخلت الرعب إلى قلوبنا فأغمي على بعض الطالبات وراح بعضهن يتخبطن ويصرخت وأخريات بدأن في الهروب وحصلت فوضى كبيرة ولم تستطع المشرفات السيطرة على الطالبات فقامت المديرة باستدعاء أولياء الأمور من أجل الحضور واصلحاب بناتهم في اليوم الموالي تجمع الأولياء في ساحة ثانوية وبدأوا يصيحون بالمديرة نطالب بفصل طالبة روح لقد بحثنا في تاريخ عائلتها واكتشفنا من تكون إنهم مجموعة من السحر عبدة الشيطان لا نقبل أن تدرس عابدة الشيطان مع بناتنا اهدأوا اهدأوا سوف نعقد في الحال مجلسا طارئا لننظر فيما حدث مؤخرا ونقرر ما نفعله لم ندرس في ذلك اليوم والدي الذي كان مع المحتجين اصطحبني إلى المنزل عندما عدنا لم أجد أمي سألنا سلمة فقالت لقد حضرت أمي بعض الحلوى وأخذتها إلى جيراننا الجدد ولم تعد لقد تأخرت كثيرا بدى والدي قلقا وقال ابقي هنا مع أخويك وسأذهب لأسأل عنها الجيران استبعد أن تبقى عندهم كل هذا الوقت ربما ذهبت للتسوق خرج أبي وبقيت مع أخوي أن تظير أن يعود مع أمي لكنه تأخر هو الآخر فقلقت كثيرا وبدأت أربط الأحداث ببعضها قلت لسلمة هل تعرفين أن الطالبة الغريبة روح جاءت في نفس اليوم الذي جاءت فيه العائلة الجديدة لتقيم في الشقة المقابلة؟ هل هي طويلة بدينة؟ نعم وشعرها أسود يغطي نصف وجهها الأيمان؟ نعم كيف عرفتي؟ وتلبس ثيابا سوداء وذات رائحة كريحة؟ هل تعرفينها؟ هل رأيتها من قبل؟ رأيتها مرة تصعد السلالم وتدخل الشقة المقابلة أظنها ابنة الجيران الجدود يا إلهي هذا خطير قال الأولياء بأنها عائلة من السحرة عبدات الشيطان لابد أنهم احتجز أمي وأبي لديهم إنهم هناك بالتأكيد وماذا نفعل؟ يجب أن ننقذهما قبل فوات الأوان سأتحم منزلهم وأحرر والدي توقف عن تقليد الرسوم المتحركة لقد ترك أبي هاتفه الجوال هنا سأقوم بتشغيل فيديو مباشر على حساب أبي على اليوتيوب تابعيني عبر التلفاز الموصول بالإنترنت إذا سمعت أو رأيت أي شيء فاتصل بالشرطة وأخبر الجيران في الحال هل فهمتي؟ أنا خائف لا تخاف فأنت رجل البيت والفارس الشجاع هل نسيت؟ عليك أن تحمي أختك في غيابي قمت بتشغيل البث ووضعت الهاتف على خسري حتى لا يكون ظاهرا وخرجت ترقت باب الجيران كثيرا ولم يفتح أحد بدأت أركل الباب وأضربه بشدة ففتح لكن لم يظهر أحد من هناك؟ أبي؟ أمي؟ هل أنتم هنا؟ وفجأة امتدت يد قوية وسحبتني إلى الداخل وأغلقت الباب ورأيت الطالب الجديد روح تقف أمامي بهيئة مخيفة وتقول بغضب لما لا تدعوننا وشأننا يا لكم من مزعجين لقد جئتم إلى حتفكم سوف نقطع رؤوسكم ونصفي دماءكم ونشوي لحومكم ونقدمكم قرابين للشيطان سنأكل لحمكم الطازج ونشرب دماءكم الدافئة صرخت بأعلى صوتي ثم لم أعد أشعر بشيء لقد أغمي علي لكن سلمة ووائل وأصدقاء والدي ومتابعيه على يوتيوب كانوا يشاهدون ويسمعون كل شيء عبر البث المباشر سحبتني روح إلى غرفة متسخة تفوح بالروائح الكريهة كان والدي هناك أيديهما مكبلة وثميهما مكممي وفي الغرفة نار مشتعلة وسط نجمة خماسية وجاء والدي يروح يحملاني سكيني الحادة وبدأوا يتلون التعاويذ ويرقصون حول النار ثم قدموا أبي أولا وصاحت روح أيها الشيطان العظيم تقبل قرباننا الفاني وظهر في النار وجه بشع قال أريد المزيد إن الشيطان يطلب كل أفراد العائلة سوف أذهب وأجلب ما تبقى من هؤلاء الفضوليين المتطفلين فهم يستحقون الوت صرخت لينقذنا من يشاهدون البث هنقذونا أرجوكم لن ينقذكم أحد ولن يسمعك أحد ستموتون جميعا هنا ذهبت روح نحو شقةنا لكن سلمة ووائل شاهدها عبر التلفاز فخرج مسرعين نحو الجاري في الأسفل ليستنجد به وداخل الغرفة المظلمة المليئة بالروائح الكريهة رفع وارد روح السكين فوق رأس أبي لكن الجيران هجموا على باب الشقة فكسروه ودخلوا إلينا وحررونا ثم جاءت الشرطة واعتقلت العائلة المجرمة التي اعترفت لاحقا بأنها من عبدات الشيطان وأنهم يتعاملون مع الجن لتحقيق رغباتهم وتم تداول البث المباشر الذي سجلته فاشتهرت عائلتي على وسائل التواصل الإجدماعي واستقبلنا العديد من الصحفيين ورجال الأعمال وظهرنا على التلفاز كثيرا ثم حصلنا على أموال كثيرة كدعم معنوي من الناس والهيئات الإجتماعية على الذي عانيناه من تجربتنا الأليمة تلك لقد صار لدينا مال كافين لما لا نبيع هذه الشقة وننتقل إلى منزل آخر لم أعد أشعر بالأمان كلما فتحت الباب وقابلتني شقة الجيران نعم أتمنى لو نسكن منزلا كبيرا تكون لفيه غرفة الخاصة حسنا سأعرض شقتنا للبيع ونشتري أوسع منها في مكان أفضل قمنا ببيع شقتنا الصغيرة واشترينا منزلا راقيا في حي جميل ذات يوم قلت لأمي ما رأيك لو أدعو ابنة الجيران كي تأتي لزيارتنا فنتعرف على بعضنا هل فقدت عقلك؟ ألم تتعلم الدرس بعد يا شقية؟ في الواقع أنا لا أحب الوحدة وأحب أن تكون لدي الكثير من الصديقات لكنني وعدت والدي ألا أكلم الغرباء ولا أخالطهم أبدا قبل أن أكتشف معدنهم وطباعهم وأنتم أيضا التزموا بنصائح أبويكم ترجمة نانسي قنقر